بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نصل إلى الوحدة الأخيرة في هذا المقرر وهي الوحدة الثانية عشرة والتي ندرس من خلالها ما تبقى من علم البديع وهو المحسنات اللفظية قبل أن نشرع في استعراض هذه المحسنات نعرفها بقولنا هي التي يكون التحسين فيها راجعا إلى اللفظ أولا ولذلك سميت لفظية كالجناس والسجع والتصدير والموازنة والتشريع واللزوم ما لا يلزم وغير ذلك نبدأها بالجناس ونعرفه فنقول الجناس لغة هو مشاكلة الشيء للشيء واتحاده معه في الجنس واصطلاحا هو تشابه الكلمتين باللفظ واختلافهما في المعنى وهو أنواع منها الجناس التام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء هيئة الحروف وهي حركاتها وسكناتها وعدد الحروف ونوعها وترتيبها والجناس التام ينقسم إلى جناس تام من مماثل وهو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد أي أن يكون اسمين أو يكون فعلين لا يكون أحدهما اسما والآخر فعلا كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالجناس هنا بين كلمة الساعة في بداية الآية وكلمة ساعة في نهايتها وهاتان الكلمتان كما تلاحظون مشتقتان من لفظ واحد إلا أن المعنى مختلف وهنا الساعة الأولى الساعة هذه معناها يوم القيامة بينما ساعة الأخيرة تعني الوحدة الزمنية المعروفة ومن ذلك أيضا قول البارود تحملت خوف المني كل رزيئة وحمل رزايا الدهر أحلى من المني تحملت خوف المني كل رزيئة وحمل رزايا الدهر أحلى من المني فالجناس بين كلمتي المن هذه وكلمة المن الثانية هذه والمن الأولى هي التبكيت بعد العطاء أو أثناء العطاء والمن الثانية هي العسل وأيضا من أنواع الجناس التام جناس تام مستوفي أو الجناس التام المستوفي وهو ما كان أحد المتجانسين فيه اسما والآخر فعلا كقول الشاعر ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله فالجناس هنا بين كلمتي يحيى الأولى ويحيى الثانية فيحيى الأولى فعل بمعنى يعيش ويحيى الثانية اسم علم وهو الشخص الممدوح النوع الثالث هو الجناس التام المركب كقول الشاعر عظن الدهر بنابه ليت ما حل بنابه فكلمة بنابه الأولى تعني الناب المعروف من جنس الأسنان والكلمة بنابه الثانية تتركب من جزئين الجزء الأول بناء وهو جار ومجرور والجزء الثاني به وهو جار ومجرور أيضا أما الجناس غير التام فهو مختلف فيه اللفظان بأحد الأمور الأربعة السابقة أي هيئة الحروف وعددها ونوعها وترتيبها إذن الجناس غير التام هو مختلف فيه شرط من شروط التمام الأربعة المذكورة أعلى وينقسم إلى جناس تام من محرف وهو مختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف ومنه قول الحريري فقلت للائمي أقصر فإني سأختار المقام على المقام نلاحظ هنا أن الجناس بين المقام والمقام والمقام الأولى هي محل الإقامة والمقام الثانية هي الإقامة ذاتها لكن الفرق بين هاتين الكلمتين من الناحية اللفظية هو في تشكيل حرف الميم في تشكيل حرف الميم فالمقام الأولى الميم فيها مفتوحة والمقام الثانية الميم فيها مضمومة النوع الثاني من الجناس غير التام هو الجناس الناقص وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف كقوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والجناس بين كلمة الساق في بداية الآية وكلمة المساق في نهايتها والفرق بين الكلمتين كما ترون هو زيادة حرف الميم في الكلمة الثانية ومن ذلك قول الشاعر يمدون من أيدي عواص عواصمي تصول بأسياف قواض قواضمي فالجناس في الشطر الأول بين كلمتي عواص وعواصمي نلاحظ أن عواص تنقص عن عواصمي بحرف الميم وعواصمي تزيد عن عواصم بحرف الميم أما ما تبقى من الكلمة فهو من نفس الحروف وبنفس التشكيل وأيضا كلمة قواض وقواضمي فإن قواضمي تزيد على قواض بحرف الميم فقط النوع الثالث من الجناس غير التام هو الجناس اللاحق وهو اختلاف اللفظين في نوع الحروف كقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة والجناس قائم هنا بين همزة ولمزة والفرق بين الكلمتين هو في الحرف الأول فقط حيث بدأت الكلمة الأولى بحرف الها وبدأت الثانية بحرف اللام النوع الرابع هو جناس القلب وهو اختلاف اللفظين في ترتيب الحروف كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فكلمة عوراتنا وروعاتنا تتشكلان من الحروف نفسها لكن الفرق بينهما هو في الترتيب حيث قدمت في الكلمة الأولى قدم حرف العين وأخر حرف الراء بينما في الكلمة الثانية قدم حرف الراء وأخر حرف العين الفن البديعي الثاني أو المحسن البديعي الثاني من المحسنات اللفظية هو التصدير والتصدير نعني به رد العجز على الصدر رد العجز على الصدر وهو إيراد أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين والفرق بين كلمة مكررين ومتجانسين أن المكررين يتألفان من الحروف نفسها ويحملان المعنى نفسه أما المتجانسين فيتألفان من الحروف نفسها ولكن يختلفان في المعنى كما مر بنا في تعريف الجناس إذن رد العجز على الصدر هو إيراد أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين في أول الفقرة والثاني في آخرها فالمكرران كقوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فهنا رد رد العجز تخشى على الصدر تخشى وهاتان الكلمتان كلمة واحدة مكررة كما تلاحظون تتألفان من الحروف نفسها وتحملان المعنى نفسه ومنه قول الشاعر تمنت سليمة أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنتي فقد اختتح البيت بكلمة تمنت واختتم أيضا بكلمة تمنت فإذن رد عجز البيت على صدره بكلمة تمنت وهي كلمة مكررة تتألف من الحروف نفسها وتحمل المعنى نفسه وأما المتجانسان فكقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وهو النموذج الذي أوضحناه سابقا الشاهد هنا أن ساعة هنا عجز ردت على الصدر وكرر اللفظ في آخر الآية مع اختلاف المعنى ولذلك قلنا إنهما متجانسان ومن ذلك أيضا قول أبي تمام ومن كان بالبيض الكواعب مغرمة فما زلت بالبيض القواظب مغرمة هنا البيض في عجز البيت ردت على البيض في صدر البيت وهما كلمتان متجانستان لأن كلمة البيض الأولى تعني النساء وكلمة البيض الثانية تعني السيوف نقف هنا في هذا الدرس ونستأنف إن شاء الله الدرس الأخير في المحاضرة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر